موسيقى قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن جنود إسرائيليين قتلوا أربعة فلسطينيين وجرحوا مئة وستين آخرين جاء ذلك خلال احتجاجات مستمرة للأسبوع الثاني على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سقط معظم المصابين في منطقة الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حيث تجمع ألاف الفلسطينيين لرشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة من وراء السور وقال مسعفون إن اثنين من المحتجين أحدهما على مقعد متحرك قتلا وأصيب مئة وخمسون آخرون وفي الضفة الغربية المحتلة قال مسعفون إن محتجين اثنين لقياحت فهما وأصيب عشرة آخرون بنيران إسرائيلية اشتركوا في القناة